رح نشوف شيء توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والطمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عن تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك قبل ما نبلش بالقراءة نسحب كروت توضيحية طبعاً خد الأشياء اللي بتفيدك فقط من القراءة يعني ركز على الأشياء اللي ممكن تستفيد منها وترك أي إشي بتحسه سلبي أو بتحسه يعني مش مطابق لإلك لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبك مئة في المئة ولكن في رسالة ممكن علامة ممكن تفيدك بإشي فترك السلبي وخد الإيجابي من العلاقة بنا ناخد أيضاً كروت توضيحية من هاتك رح نشوف طاقتك بالأول بعداً طاقتك الحبيب الشريك بعداً نشوف ما صير العلاقة وخطواتكم في المستقبل وشو رح يصير طيب نبلش بطاقتك بالأول يا برج العقرب نشوف شو فيها عندك بطاقتك عم شوف برج العقرب في عندك مخاوف عم تحس فيها اشي عم تحس فيها بالوقت الحالي ممكن عم تمر بشوي مخاوف يعني في عندك مخاوف داخلية شكوك عم تشك بالشخص اللي عم تتعامل معه في عندك مخاوف لا أساس لها من الصحة من بعض منكم لأنه سلف ستتعجعني أنت عم تخرب على حالك بالعلاقة وبالتواصل مع هالشخص بالذات من الناحية العاطفية عم شوفك مجروح في عندك ورقة الساحر بس المانفستيشن اللي عم بتقوم فيه أو الطاقة اللي عم تجذبها لإلك عم تخرب على حالك ممكن عم تقضي وقت كتير تركز على الإشياء السلبية بحالك وبالعلاقة نبين أنه عندي برجة الأقرب عم تمور بجرح معين في عندك كثيره في سورد عم تحس أنك مجروح من هالتواصل من هالشخص لجوز أيضاً أنت حسيت من هالشخص أنه في طاقة تلاعبية من هالشخص لأنه عم شوف أنه أغلب موالد برجة العقرب أو من الطاقة اللي عندي هون أنت كتير مكتئب أو عم تقضي وقتك عم تفكر بإشياء راحت إشياء خسرتها في الماضي إشياء مش راحت رجع عم تفكر كتير بالأمور السلبية عم شوفك أيضاً البعض منكم اللي مش عم يحتي مع هالشخص أو منفصلين كتير عم تفكر فيه وعم يشغل وقتك هالشخص كتير عم تسرح يعني بهالشخص لأنه هالامرأة عم تطلع على الكوباية اللي بيدها عم يعني عم تسرح كتير بالتواصل بيها الشخص وبيجوز أيضاً عم تفكر وتغيد بالتفكير وتزيد بالإشياء اللي بالماضي صارت الإشياء اللي خسرتها عم شوف نظرتك للأمور بصراحة نظرتك للأمور مع هالشخص مش كتير إيجابية فطاقتك حالياً عم شوف الأغلبية منكم عم يمروا بفترة صعبة شوي من النحية العاطفية عم تركز على إشياء سلبية أكتر بالعلاق لأنك يعني زعلان لأنك مشروح طب إنا نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم شوفه في عنده فهالشخص ممكن أنت عم تحس أنه عم يتجاهلك ببعض الأمور أو مش عم يمتذه لإلك ببعض الأمور مش عم يعطي اهتمام للإشارات بينكم أو للتفاصيل الصغيرة بينكم أيضاً ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان أو برج ناري برج مائي عم شوف الطاقات اللي عم تطلع عندي برج أبراج ترابية بس بالغانبية بالغانبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية ممكن يكون أي برج تاني عم شوف الشخص الشخص هاد واحد من الأسباب اللي عم مش عم تسمح له إنه يتقدم بالعلاقة أو بالتواصل بينكم إنه هو يمركز كتير على الهدف النهائي أو يمركز كتير على الصورة الأكبر لأنه The Chariot Card ورق التقدم ورق التحرك فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف أيضا طاقة نارية فممكن حركته سريعة ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور أو شخص مندفع باتخاذ قراراته أيضا شخص حاد ممكن يعني يعني عم تحس إنه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام تعاطف بالمشاعر تعاطف بالعلاقة مع بعض هو كتير أو هالشخص كتير بيركز على تحقيق أهدافه وطموحاته يعني بيتقدم ليتقدم وبطريقه ممكن يجرح أشخاص أنت بتحس هيك أيضا هالشخص The Chariot Card ممكن يكون أنت أنضج منه عقليا أو فكيا لأن The Chariot Card شخص بيتتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها أيضا هالشخص من النوع اللي هو إذا اشتغل ما فيه عنده الصبر فيه عنده طاقة ولكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة لأنه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجهود بإشي معين إذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده إياها بسرعة هالشخص بيميل بيركز على إشياء صعب إنك تجذب تركيز هالشخص أو تثبته في مطرح واحد طاقته كتير فلكسبل كتير هواية كتير نارية يعني بيتحرك كتير بتحسوا في جميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون ما فيه عنده خط واضح يمشي عليه أيضا عم شوفوا مش كتير متحمس لفكرة الحب ممكن يكون هالشخص إجابه عروب حب وهو عم يفكر بإشياء بالماضي أو ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي ومش عم يركز علي بيمر فيه حاليا يعني ممكن هو مش سامح لحاله إنه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم لأنه مركز كتير على الأمور اللي صارت بالماضي فدائما كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستقبل يعود تفكيره إلى الماضي فب يعني تلقائيا بنغلق عاطفيا بأي علاقة جديدة عم شوفه لكن عم شوفك أنضج منه فكريا ممكن يكون في بينكم فرق السن أيضا ممكن يكون هالشخص أصغر منك بكدة سنة أيضا طيب شو ممكن واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخلل بينكم أو كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم لحتى تعرف تصلحها أغلبكم هافيت أغلبكم ما في عندكم إيمان أو ما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الآخر بالشريك الآخر لحتى تسمحوا أنه العلاقة تطور إلى الأمان هم شوف الأغلب منكم في عنده صعوبة أنه يثق بالعلاقة مئة بالمئة أو يعطيها اهتمامه مئة بالمئة أيضا عم شوف أنه في شخص بينكم هو متحكم أكتر بالأمور أو في شخص بيحب السلطة أكتر من الشخص الآخر الشخص بيحب هو اللي يكون متحكم للأمور وحدة من الأسباب اللي اللي أدت إلى الخيال بينكم أنه فيه طرف عم يحس أنه مظلوم عم يحس أنه ما فيه توازن بالأخذ والعطاء عم يحس أنه هو اللي عم يطي أكتر من الشخص الآخر الطبيعة العلاقة بينكم نارية كتير يعني أنتوا فيه بينكم تجاذب كتير عالي ولكن فيه شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة أو بيحب هو اللي يكون متحكم كنترول فيك الشخص اللي عم تتعامل معه أو فيه طرف بينكم هو كنترول فيك و بيحب التحكم كتير لو نشوف خطتك بالمستقبل فينكس رايزنج عم تشوف فينكس رايزنج هاي الكرت بس توصل إلى نقطة الصفر يعني بس توصل إلى الحضيد هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك ما عد فيه يعني تنزل لتحت أكتر أو تخرب عليك الأمور أكتر من هيك فهي هي فينكس رايزنج اللي هي بتطلع أنت بتنطلق أو أمورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة أو عصيرة كتير يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت ما بتعادل الويل أو فورتشن أو عجلة الحظ عجلة المستقبل فهاي هي اللي الشفت اللي راح تصير أو الانتقال النقلة اللي راح تصير فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادم رح يصير فيها عندك نقلة بالذات من ناحية المشاعر لأنه الكرتين هون عندي يعني هم شوفك أكتر بالمستقبل راح تاخد الأمور بعفوية أكتر مش راح تكون كتير جدي بالأمور بالذات بما يخص العاطفة يعني راح تحاول إنك تكون فليكسبل أو مرن أكتر مشوف أيضا فيه اشتياق راح يصير بالمستقبل راح تشتاق إلى شخص معين أو راح تشتاق إلى طبيعة التواصل بينك وبينها الشخص عندك بالكروتي المستقبل كتير أوراق كبس فرح تكون الأمور عندك من الناحية العاطفية راح تتغير كتير أيضا عندك 2 authenticals فرح أنت بالمستقبل راح تنحط بموقف إنه لازم توازن بين شغلتين معينات بين شيئين معينين وممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة وبين الشغل وبين العلاقة فيه إشي راح تضطر إنك تحاول توازن وتوفق بينه نشوف خطوات الحبيب في المستقبل فهالشخص عم شوف إذا هو كان كتير كتوم بالذات بناحية ما إنه يعبر عن مشاعه اتجاهها اتجاهها العلاقة أو يكون صريح بإنه يحكي فعلا شو هو اللي بيحس فيه عم شوفه أكتر رح يركز على هالإشي أيضا عنده هالشخص أو هالإمرأة إمرأة حنونة جدا يعني في عندها تعاطف كبير فعم شوف إنه هو بفترة الإنفصال للمنفصلين لكم متله كأنه رح يراجع أموره لأنه أيضا عنده الطاقة بتكون معلقة والطاقة بتكون واقفة ولكن بيصير متل الدراسة للموضوع أو بيصير متل تحليل للموضوع متل فهم للفكرة فهالشخص رح يحاول إنه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة أكتر بينكم طبيعة الطاقة بينكم أكتر وأيضا أمشوفه يعني رح يعمل أو رح يشوف هو وين أخطأ بالعلاقة شو كان دوره بأنه صعب العلاقة أو صعب التواصل بينكم أمشوفه أكتر رح يكون في عنده أو تعاطف مع الموضوع أيضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة أو من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة هالشخص عمشوف إنه هو يفكر بالمستقبل يحط مجهود أعلى أيضا كينغ أوف كوبس كينغ أوف كوبس هيدا أكتر شخص ناضج أو مشاعره العاطفية بتكون ناضجة لأنه كينغ يعني أعلى مركز أو أعلى مستوى فعمشوفه من الناحية العاطفية تقريبا من بعض منكم رح يصير فيه التثام جدي بهالثلاث الكروت رح يصير فيه ارتباط جدي لأنه في عندك كينغ أوف كوبس يعني فيه إشي مثل تكوين أسرة مثل هالشخص عم يحلم بأسرة معاك عم يحلم بتكوين مستقبل معاك وأيضا عندك كينغ أوف كوبس يعني هالشخص مشاعره العاطفية رح تنضج أكتر فيه عندك هون الكروت السابقة كروت صغيرة يعني فول كارد هو أول كرت في بداية رحلة التاروت فطاقته الحالية عم شوفه الحالية هي طاقة عفوية أكتر طاقة طفولية أكتر ولكن بالمستقبل عم شوف أنه هو شخص يعني رح يوصل إلى مرحلة من النضوج النضوج العاطفي أيضا هالكرت بيبين أنه في عنده بداية معاك جديدة وفيها نوع من الاستثمار بشان هيك أنا بحكي لك أنه ممكن يكون ارتباط جدي لأنه عندك أي سوف بينتقلز يعني فيه طاقة أرضية فيها إشي من الاستثمار مجهود بهالعلاقة مجهود جدي بهالعلاقة يعني هالشخص فكرته معاك في المستقبل رح تكون تفكير إلى المدى البعيد مش فقط إلى المدى القريب أو شو اللي عم بيصير حاليا لأنه هالشخص هون ما عنده أي حساب إلى المستقبل بيعيش كل يوم بيومه ولكن هون الطاقة في المستقبل عند هالشخص أم شوف أنه هو ناضج أكتر أم يفكر إلى المستقبل بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم وطاقة المشتركة بينكم في المستقبل بدك تنتبه أنت وهالشخص من أنه ما تماطلوا في حل بعض الأمور أو ما تأجلوا بعض الأمور إذا فيه إشي أنت عم تحس فيه صارح هالشخص الأفضل أنه يصير فيه مسارحة بينك وبين هالشخص أيضا البعض منكم اللي عم يتأخر أو عم يحاول يتجنب بعض الأمور بحل هالعلاقة في عندك يعني فيه تدخل رح يصير قدري بأنه يغير الأمور ويغير المسائل بينكم فيه عندك أيضا ten of wands اكتمال كارما من نوعا ما اكتمال دائرة فرح تفوت أنت وهالشخص بمرحلة جديدة أو المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير فيه عندك ace of cups وفيه عندك ace of wands فيه عندك بالتأكيد بداية جديدة تقريبا ثلاثة الوراق ace of pentacles ace of cups و ace of wands بدايات جديدة وأيضا عندك eight of wands تواصل سريع هون فيه بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين أو اللي مش عم يحكوا مع بعض في بدايات رح تكون من المحي العاطفية فيه بينكم رح يكون أيضا passion أو شغف كتير بالعلاقة لأنه عم شوف أغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص ما كنت عم تحكي معه فالtime out أو الوقت المستقطع اللي أخدته هو اللي سمح لإلك وصبح لإله إنه يفكر بالموضوع يدرس الموضوع صح وعم شوف إنه بالمستقبل هالشخص يعني رقم نتوصل إلى استنتاج إنه هو بيته بالفعل أنتو تعقدكم بمستقبل بيتكم بالفعل إنه تكونوا مع بعض في عندك بداية جديدة وفي عندك أيضا تواصل سريع في عندك أيضا تغيرات مفاجأة رح تصير دويل أو فورتين في عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك تغيرات مفاجأة أو تغيرات سريعة فما تحاول إنه تبطئ الأمور إذا أنت بمرحلة عم تحس أو إذا هالشخص قدم لإلك عرض عاطفي وإنت عم تحاول إنه يعني تاخد وقتك في حل الأمور أو عم تحاول إنه تماطل في الأمور مع أنك بتعرف شو اللي أنت بتريده أنا بنسحك يعني تتخذ قرار أسرع من هيك فقط إذا أنت بتعرف شو اللي بتريده لأنه عم شوف كرت النصيحة وهون بيحكي لك لا تتأخر في حل الأمور لا تتأخر في المسارحة أو بيحي الله لكل شخص بيكون الوضع مختلف فهمت علي فإنت بتفهم شو هو الموضوع اللي أنت عم تماطل فيه حاليا وحاول إنك ما تتأخر حاول إنك تاخد خطوة لأنه في عندك بدايات جديدة وفي عندك تواصل سريع بيجوز أنت اللي عم تعرقل هالتواصل بيجوز هالشخص بيده البداية جديدة وإنت اللي متردد أو عم تتأخر في أخذ القرار أوكي حباري ببرج العقرب أتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا